تأسست فانجوخ ديزاينز في البحرين سنة 2013 والحمد لله اتوسعت الشركة عشان تغطي احتياجات الكثير من العملاء حول أغلب مناطق الخليج تسعى فانجوخ ديزاينز دائماً في التمييز في خدماتها وأسعارها وفرض نفسها في السوق في مجال التصميم المعماري والداخلي والديكون وبوجود مهندسين وإداريين ذوي خبرة عالية تميزت فانجوخ ديزاينز بتقديم عدة خدمات مثل الاستشارات التصميم المعماري، تصميم الداخلي، دراسات الجدوى، الإشراف على التصميم المعماري إدارة التنفيذ على التشطيبات النهائية وخدمة التأثير كل شركة لها تحديات وصعوبات عشان تضمن أفضل جودة لتقديم خدماتها بالإضافة إلى فرض نظام للعمل في الشركة لذلك هذه الصعوبات أحياناً تكلف الشركة جهد ووقت عند طلب التعديلات في البرنامج مثل إضافة نقطة جديدة أو إذا يكون فيه تعديل في النقطة نفسها وأحياناً تكون هذه النقطة مرتبطة بأكثر من ثانية مما يؤدي إلى طلب التعديل أكثر من مرة للوصول والحصول على الغاية المطلوبة والتي تأدي في آخر المطاف إلى خسارة الوقت والخسارة المادية لذلك تم الاجتماع والتنسيق مع قسم تقنية المعلومات عند نظام الأولو بإيجاد الحلول السهلة وطرح الأفكار التي تساعد على تسهيل العمل والحمد لله تم تنسيق حساب مستخدم خاص لكل موظف بالنظام رغم تكلفة الشركة إلى دفع رسوم لكل المستخدمين وما نخفي عليكم صعوبة الأمر في البداية خلال فترة ضبط الموظفين وتعليمهم كيفية استخدام النظام للبدء في تفعيله المشاريع نحن كشركة تصمي وتنفيذ تم الحصول على جدولة واضحة للتنفيذ مراحل العمل بالإضافة إلى منح الزبون رابط لتتبع مراحل العمل بالإضافة إلى جدولة الأعمال التي ساعدنا على معرفة أوقات عمل الموظف لكل مشروع لقياس كفاءة طاقة الموظف العمل يساهم السيارم في إدارة علاقات الزباين ومن فعلنا إلى اليوم ارتفعت المبيعات من 40 إلى 60% وهذا الشيء بسبب المتابعة والتحليل المبيعات سجل خاص بالتسعيرات التي تقدمها الشركة إلى كل الزباين الحسابات الحصول على جدولة واضحة لفواتير الزباين والموعدين وبعد إدخال وتصحيح البيانات تم الحصول على تقارير واضحة لتبين وضع المؤسسة وقيمتها والتي تعطي دافع لاتخاذ القرارات في أي نقطة بالإضافة إلى سجل للمصاريف لوجود تقرير مبسط لمبالغ المصاريف الشهرية الصغيرة سجل للموظفين الترتيب والدقة في معلومات الموظفين سجل للحضور والانصراف زيادة النظام في أوقات الأعمال الرسمية كشف الرواتب حساب رواتب الموظفين الشهرية سجل الإجازات التقديم بطريقة رسمية للحصول على الإجازة الرسمية وفي تطبيق التقويم حصلنا على لقة في مواعيد الزباين مع الموظفين جهات للتصال سجل كامل لمعرفة أرقام ومعلومات الزباين والموردين رسائل لسمس إرسال رسائل تذكير بالموعد للزباين قسم النقاش والمحادثة توفير الوقت والطاقة ومشاركة الاستفسارات عن طريق هذا التطبيق بين الموظفين نشكر شركة أودو على هذا النظام الرائع اللي ساهم في تسيير وتسهيل العمل للموظفين تعديل البرنامج كان بمنتهى الراحة والسهولة لأنه كان من غير حدود لكونه مفتوح المصدر أوبن سورس كما ننصح المتابعين باستخدام هذا النظام لأنه يلبي 90% من احتياجات جميع الشركات بمختلف المجالات ناهيكم عن سهولة تفعيلها واستخدامها بأي مكان وبأي وقت حتى في أجهزة الموبايل اشتركوا في القناة